صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن بأنه سيتم اعتبارا من منتصف الليلة بدء العمل بالتوقيت الشتوي وذلك عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة يتدلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفية وينص على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة